اشتركوا في القناة في البداية سيجد صعوبة في فهمه لأن في الحقيقة ليس له مقابل في اللغة العربية فقط نحن نسميه بالفعل يكون أو فعل الكينونة إذن قلنا الفعل أسره نعني به فعل يكون ماذا نعني بفعل يكون؟ لنفسر ذلك في اللغة العربية يمكن أن نقول أنا ياسر هل يمكننا أن نقول ذلك في اللغة الإيطالية؟ يعني هل نقول في اللغة الإيطالية هذه الجملة خاطئة ولا يمكن قول ذلك إذن ماذا نفعل في هذه الحالة؟ فقط نقوم بتعديل بسيط على هذه الجملة لتكون صحيحة يعني عوضا أن نقول أنا ياسر يمكن أن نقول أنا أكون ياسر ثم نترجمها إلى اللغة الإيطالية فنقول إذا في اللغة الإيطالية تكون بدون فعل فهي خاطئة لذلك عندما قلنا إيو ياسر ليس هناك فعل فهي جملة خاطئة مثل آخر أنا طبيب كيف نقولها في اللغة الإيطالية؟ هل نقول أكيد لا هذه الجملة خاطئة إذن لكي تكون هذه الجملة صحيحة نقوم بتعديل بسيط عوضا أن نقول أنا طبيب نقول أنا أكون طبيب ثم نترجمها إلى اللغة الإيطالية فنقول أنا أكون طبيب فعل مفعول به مثل آخر أنا سعيد كيف نقولها باللغة الإيطالية؟ نقوم بتعديل بسيط على هذه الجملة فنقول أنا أكون سعيد ثم نترجمها إلى اللغة الإيطالية أنا أكون سعيد ملاحظة أخرى؟ هناك بعض الأشخاص في بداية التعلم لا يفرقون بين إيو وصونو فيظنون أن إيو هي نفسها تعني صونو أي أنا وهذا خطأ لماذا يخطئون في هذه الحالة؟ لأننا مثلا يمكن أن نقول إيو صونو ياسر أو كذلك يمكن أن نقول صونو ياسر وهذه الجملتين صحيحة مئة بالمئة إما نقول إيو صونو ياسر أو نقول صونو ياسر يعني نقول باللغة العربية أنا أكون ياسر أو أكون ياسر في هذه الحالة يخطئون بين إيو وصونو يعتقدون أن الصونو تعني أنا يا شباب صونو ليس لها ترجمة في اللغة العربية لذلك عندما نترجم هذه الجملة إلى اللغة العربية نقول أنا ياسر ولا نقول أنا أكون ياسر لذلك ليس بالضرورة أن تستخدمون الترجمة الحرفية لفهم اللغة الإيطالية فقط نحن بحاجة إلى معنى الجملة إذن إيو تعني أنا وهو ضمير شخصي أو ضمير الفعل أما صونو هو فعل ولا تعني أنا بل تعني أكون صونو أكون إيو أنا وهناك من يستعمل صونو في الجملة مع فعل آخر لأنه يعتقد أن صونو ضمير شخصي نعني به أنا يقول مثلا أنا آكل صونو مانجو وهذا يستحيل لأن ترجمة هذه الجملة تعني أكون آكل هل هذا معقول إذن كيف نقول أنا آكل نعم إيو مانجو فعل وفعل إيو ضمير الفعل تعني أنا مانجو آكل ولا نقول صونو مانجو فهذا خطأ أظن أنني وضحت معنى الفعل آسره ووضحت الفرق بين إيو وصونو الآن سوف نمر إلى تصريف الفعل آسره في زمن الحاضر مع كل الظمائر الشخصية يعني سنتعلم كيف نقول أنا أكون أنت تكون هو يكون هي تكون نحن نكون إلى آخره إذن تصريف الفعل آسره في زمن الحاضر أو تقول أو تقول أمر الشخصي عادي جدا أنا أكون أو أكون مثلا أو تقول أو تقول أو تقول بالنسبة للفتاة تقول إيو سونو كنتنتا أنا أكون فرحان أو نقول أكون فرحان أنت تكون أو أنت تكونين تو ساي أو تقول ساي يمكننا الاستغناء عن الضمير تو ونقول ساي تكون أو تكونين ساي مثلا تو ساي كنتو تو ساي كنتو تو ساي كنتو أنت تكون فرحان أو نقول فقط ساي كنتو ساي كنتو أنت تكون فرحان أو تكون فرحان أنت فرحان ساي كنتو ومع المؤنث نقول تو ساي كنتا تو ساي كنتا أنت تكونين فرحان هو يكون هو يكون أو نقول فقط كنتو يكون فرحان هي تكون هي تكون كما تلاحظون نفس التصريف مع هو في اللغة الإيطالية هو وهي دائما يكون نفس التصريف ولكن كيف نفرق بينهما إذا حذفنا الظامير الشخصي يعني كيف سنعرف إيه هو يكون أو هي تكون نعرف ذلك من خلال سياق الجملة إذا كنا مثلا نتحدث عن ولد أو بنت وكذلك من خلال الكلمات التي تأتي بعد الفعل يعني قلنا مثلا هو يكون فرحان بدون استخدام الظامير الشخصي إيه كنتو إيه كنتو أما معهية إما نقول لي إيه كنتا أو إيه كنتا ماذا تلاحظون مع المذكر كنتانتو تنتهي بحرف أو لذلك إيه كنتانتو حتى بدون استخدام الظامير لوي فنحن نعرف أننا نتحدث عن مذكر وليس مؤنث لذلك لا يمكن أن تكون لي أما مع المؤنث قلنا إيه كنتانتا إيه كنتانتا لو تلاحظون هنا كنتانتا تنتهي بحرف آ لأننا نتحدث عن مؤنث إذن في هذه الحالة عرفنا أننا نستخدم الظامير لي نحن نكون نحن نكون فرحون أو نقول نفس المعنى يمكننا استخدم الظامير noi أو يمكننا الاستخدام عنه noi siamo contenti أو siamo contenti أنتم تكونون أو نقول فقط سيت 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 مثلا voi سيت contenti voi سيت contenti voi سيت contenti أنتم تكونون فرحون أو نقول سيت contenti سيت contenti سيت contenti هم يكونون لور صانو لور صانو لور صانو هم يكونون أو نقول صانو صانو وهنا مشكلة أخرى قلنا ايو صانو أنا أكون والآن لور صانو هم يكونون في اللغة الإيطالية لهما نفس التصريف إذن كيف سنفرق بينهما في الجملة إذا حذفنا الظمير ايو أو الظمير لور بكل بساطة من خلال سياق الجملة هل أتحدث عن نفسي إيو أو نتحدث عن أشخاص لور وكذلك من خلال الكلمة التي تأتي بعد صانو مثلا قلنا قبل قليل صانو كونتينتو صانو كونتينتو أكون فرحان صانو كونتينتو أما معهم لور نقول صانو كونتينتو صانو كونتينتو صانو كونتينتو هم فرحون ماذا تلاحظون هنا في حالة المفرد قلنا كونتينتو وانتهت بحرف أو أما في حالة الجمع قلنا كونتينتو انتهت بحرف إي لذلك قلنا نميز ذلك من خلال سياق الجملة وحسب الكلمة التي تأتي بعد صانو إذا كانت الكلمة مفرد نعني بها أنا أكون صانو أما إذا كانت الكلمة جمع نعني بها هم يكونون صانو إذن هم يكونون لورو صانو أو صانو نعي تصريف الفعل أسر في زمان الحاضر إي صانو إي صانو أنا أكون تو ساي تو ساي أنت تكون أو أنت تكونين لئي 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 هو يكون لئي 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 يتكون nooy noi siamo نحن نكون voi siete atten 않 أنت بتكون fres ل ال ر صع هم يكون الفعل آفيري هو ثاني أهم فعل في اللغة الإيطالية بعد الفعل آسر يعني لا يمكنك تعلم اللغة الإيطالية بدون أن تتعلم الفعل آفيري كيف نصرفه وكيف نستخدمه؟ آفيري آفيري هو فعل الملكية هذا الفعل نعني به فعل يملك فعل لديه أو كذلك فعل عنده آفيري الآن سوف نتعلم تصريف الفعل آفيري في زمن الحاضر مع كل أضمار الشخصية وفي نفس الوقت سوف أعطيكم بعض الأمثلة إذن أنا أملك أنا عندي أو أنا لدي يمكنك أيضا أن تقول فقط؟ أو عادي جدا في اللغة الإيطالية يمكننا الاستغناء عن الضمير الشخصي أي يمكننا الاستغناء عن إيو ونقول فقط أو إيو أو هي نفسها أو إيو أو أنا عندي أو عندي بقيت نفس المعنى مثلا إيو أو أنا مكينة إيو أو أنا مكينة أنا عندي سيارة أنا لدي سيارة أو أنا أملك سيارة إيو أو أنا مكينة أو يمكن أن تقول أيضا أو أنا مكينة أو أنا مكينة أو أنا مكينة هنا حذفنا الضمير الشخصي إيو وقلنا أو أنا مكينة يعني عندي سيارة لدي سيارة أملك سيارة أو أنا مكينة أنت تملك أنت عندك أو أنت لديك To I To I To I أنت تملك أنت عندك أنت لديك To I كذلك يمكن أن تقول فقط آي 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 هي نفسها تو آي فقط حذفنا تو يبقى نفس المعنى تو آي أو آي لهما نفس المعنى مثلا تو آي أونكازا تو آي أونكازا تو آي أونكازا أنت لديك منزل أنت تملك منزل أنت عندك منزل كلها نفس المعنى تو آي أونكازا هو يملك هو عنده أو هو لديه لوي آ لوي آ لوي آ لوي آ هو يملك هو عنده أو هو لديه لوي آ كذلك يمكن أن تقول فقط آ لديه عنده يملك يملك آ مثلا لوي آ هو لديه أخت أو عنده أو يملك أخت هي تملك هي عندها أو هي لديها هي تملك هي عندها هي لديها أو يمكن أن تقول فقط مثلا هي لديها قط لي هي آ لديها 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 نحن نملك نحن عندنا أو نحن لدينا نحن نملك نحن نملك نحن عندنا نحن لدينا نحن نملك نحن نملك نحن نملك لدينا نحن نملك نحن نملك أو يمكن أن نقول فقط Abbiamo 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 نملك Rendene Ledeine Abbiamo Meselen Noi abbiamo un cane Noi abbiamo un cane Noi abbiamo Abbiamo Un cane Nihno ladeyna kelbun Noi Nihno Abbiamo Ladeyna Un cane Kelbun Noi abbiamo un cane Entum temlicuun Entum عندakum Entum ladeykum Voi avete Voi avete Voi avete Voi Avete Voi Voi avete Un Bel Giardino Voi 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 هم يملكون هم عندهم هم لديهم لورو آنو لورو آنو هم يملكون هم عندهم هم لديهم لورو آنو كذلك يمكن أن نقول فقط آنو آنو لديهم عندهم يملكون آنو مثلا لورو آنو تريفيلي لورو آنو تريفيلي لورو آنو تريفيلي هم لديهم ثلاثة أطفال لورو هم آنو لديهم تريفيلي ثلاثة فيلي أطفال لورو آنو تريفيلي إذن نعيد تصريف الفعل آذيري في زمن الحاضر إيو أو إيو أو إيو أو أنا لدي تو آي تو آي أنت لديك أو كذلك أنت لديكي لوي آ لوي آ هو لديه أو هو عنده هو يملك لَيْءَ 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 أَنْتُمْ لَدَيْكُمْ لَوْرُو آنو لَوْرُو آنو هُم لديهم إلى هنا نكون قد نهينا درس اليوم أرجو أن يكون قد نال إعجابكم شكرا على المشاهدة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا على المشاهدة